ألف مبروك لنادي الزوراء العراقي بهذا الفوز الكبير على نادي النجمة اللبنانية حيث كانت نهاية الشوط الأول بتقدم نادي الزوراء على النجمة اللبناني بهدف ضمن الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الأسيوي وبعد بداية الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة الثامنة والخمسين عن طريق اللاعب النيجيري لتصبح النتيجة هدفين مقابل صفر لنادي النجمة اللبناني وبعدها بدقائق استطاع نادي الزوراء من زيادة الغلة التهديفية بتسجيل ثالث الأهداف وبعدها بدقائق استطاع نادي النجمة من تسجيل الهدف الأول لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وعند الدقيقة الثمانين البديل الناجح حيدر عبد الأمير استطاع تسجيل رابع الأهداف وعلى إثرها كانت نهاية المباراة التي جرت على ملعب البصرة الدولي لقطة من مدرجات ملعب البصرة الدولي أثناء نادي مباراة الزوراء ونادي النجمة اللبناني ضن كأس الاتحاد الأسيوي ألف مبروك لنادي الاتحاد السعودي هاردلك لنادي القوة الجوية العراقي بعد الخسارة بهدف وحيد كان في الوقت بدل الضائع بعد انتهاء الوقت الرسمي أداء كان جيد للقوة الجوية كتيبة دفاعية منظمة حيث كانت نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين نادي الاتحاد السعودي ونادي القوة الجوية ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا بعد نهاية المباراة بفوز الاتحاد السعودي على نادي القوة الجوية قام مشجع سعودي بالتهجم على نادي القوة الجوية حيث قال فريق بهذا الحجم كيف له أن يشارك في بطولة آسيا ألا يعلمون أن نادي الاتحاد قادر على تجاوز أي نادي وبسهولة وأضاف لو لا خوف نادي القوة الجوية وتراجعهم إلى مناطق الدفاع لخسروا خسارة كبيرة نادي القوة الجوية العراقية لا يمتلكون نجوم وجميع لاعبيهم كانوا يعانون من الليقر البدمية أثروا الوسطة في الشارع الرياضي وقالوا علي جاسم سوف يسجل أين علي جاسم لم أشاهده خلال تسعون دقيقة لا تقل عن أربع أهداف لكن كانوا محظوظين في مباراة اليوم وغياب الكثير من نجوم الاتحاد يذكر أن جماهير نادي الاتحاد السعودي خرجوا من الملعب بسبب أداء الاتحاد السيء رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال في تصريح إعلامي قائلا لا أعمل من أجل البقاء على كرسي الرئاسة في اتحاد الكرة لفترة طويلة وأنما أعمل من أجل الرياضة في بلدي سوف أبذل كل ما بوسع بذله في سبيل تطوير الكرة العراقي لأن الكرة العراقية عانت ما عانت بسبب الإهمال الرياضة العراقية تم خذلانها من أبنائها مع شديد الأسف أنا اليوم ابن العراق وسوف أضع العراق في أفضل الطرق وسأسلكه أفضل المسالك أعد الجمهور والشارع العراقية وكل اللاعبين سواء داخل العراق أو خارجه بأنني سوف أعمل لخدمتهم حتى أنفاسي الأخيرة هذا بلدي البلد الذي يستحق التضحيات في خطوة مميزة تحسب لرئيس نادي الكهرباء علي الأسدي نادي الكهرباء يزور منزل الساحر أحمد راضي رحمه الللة ويلتقي نجله فيصل ويقدمون له الدعم النعنوي الكبير واستعداد النادي البرتقالي لتوفير جميع المتطلبات التي يحتاجها فيصل في حياته العلمية والرياضية الصحفي السعودي علي مليداري في تصريح لبرنامج الملاعب العراقيون مطالبون بالصبر على دوري المحترفين الذي سينعكس إيجابا على الكرة الخليجية والأسيوية حدد مدرب المنتخب العراقي الإسباني في سوس كاساس خارطة إعداد منتخب العراق في بطولة كأس آسيا في قطر 2023 مطلع العام المقبل ويلعب المنتخب العراقي في كأس آسيا في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام وقالت المصادر لموقع العراق إن مدرب المنتخب العراقي في سوس كاساس عد مسبقا خطة تحضيرية متكاملة للمنتخب العراقي استعدادا لكأس آسيا في قطر وسيقدمها خلال اجتماعه المقبل مع الاتحاد العراقي الذي سيشهد أيضا مناقشة تجديد عقد الكادر الإسباني بشكل تلقائي بعد مرور سنة على التعاقد معه وحسب نفس المصادر إن كاساس يرى في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026 أفضل إعداد للمنتخب العراقي لا سيما أنه سيواجه إندونيسيا وفيتنام قبل كأس آسيا وهذه فرصة مثالية للتعرف على المنتخبين والاحتكاك معهما قبل مواجهتهما في نهائيات كأس آسيا وتضيف مصادر موقع العراقي أن كاساس قرر الاكتفاء بمباراة كوريا الجنوبية الودية في مدينة دبي قبل الدخول في نهائيات كأس آسيا لا سيما أن كوريا الجنوبية هو المنتخب الآسيوي الوحيد الذي يقترب مستواه من مستوى اليابان منافس العراقي في دور المجموعات بكأس آسيا وسيلعب المنتخب العراقي أمام إندونيسيا في السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني المقبل وفيتنام في الواحد والعشرين من الشهر ذاته في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم الفين وستان وعشرين وكأس آسيا الفين وسبعة وعشرين ونجح المنتخب العراقي في تحقيق المركز الثالث في بطولة الأردن الرباعية بعد فوزه على صاحب الأرض والجمهور براكلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مدرب نادي الكهرباء العراقي لأي صلاح في تصريح صحفي مواجهة الوحدات غادا صعبة ونتطلع لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث من أجل الحفاظ على الصدارة نادي الوحدات يعد من أقوى الفرق الأردنية وينتلك تأريخا حافلا بالبطولات والإنجازات ولا ننسى أنه فريق منظم ويضم مجموعة من أفضل اللاعبين نادي الكهرباء يمكن تصنيفه من الفرق الفتية في بطولات آسيا إلا أنه يمتلك لاعبين شجعان ويسعون بقوة لتشريف الكرة العراقية في آسيا عضو إدارة نادي الشرطة تحسين اليسري في حديث لموقع المستديرة الرياضية قائلا المدرب التونسي شهاب الليلي سيقود اليوم أول وحدة تدريبية لفريق الشرطة تحضيرا للقاء دهوك بدوري المحترفين ضيق الوقت لم يسمح لإدارة نادي الشرطة تقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي المدرب التونسي يمتلك معلومات وافية عن لاعب الشرطة المحليين والمحترفين وسبق له أن تابع مباريات الأخضر في بطولة الأنبيات العربية الأخيرة في السعودية المدافع الأردني يزن العرب وقع على كشفات الفريق وتم تسجيله في القائمة وننتظر فقط حل مشكلته مع الاتحاد الماليزي من أجل الالتحاق بتدريبات الشرطة وتمثيل الفريق في دوري المحترفين مدير قرة زاخو طهزخولي في تصريح صحفي قرعة تيباس وفريقه الإسباني ظنّت أنديات الشمال والجنوب نتيجة عدم وجود الوقت الكفي لاستشفاء اللاعبين بين دور وآخر نتيجة بعد المسافات بين محافظة وآخرى وبالتالي فإن اللاعب هو المتضرر الوحيد من هذا الأمر أبلغت بنتائج قرعة دوري المحترفين قبل بثها مباشرة في قاعة حفل إطلاق الدوري بالعاصمة بغداد ترجمة نانسي قنقر